سعادة السيد علي العرادي النايب الأول لرئيس مجلس النواب وجه المجلس اليوم سئلة لمعالي وزير العدل والشهون الإسلامية والأوقاف حول عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم المدنية الجنائية الشرعية خلال الأربع سنوات الماضية وحول الممتلكات التي يديرها كل من مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية كما وجه لسعادة وزير الصحة أسئلة حول عدد مرض السيكلر في البحرين وحول افتتاح مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد ونقش المجلس التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها حيث وافق المجلس على مقترحات وتوصيات اللجنة وإحالتها إلى الحكومة وفي بند ما يستجد من أعمال استعرض مجلس نواب طلبين الأول اصدار بيانا للإشادة بالرعاية السعودية للحرمين الشريفين والسنكار دعوة قطر تدويل الحرمين والثاني اصدار بيانا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين موضوع العمالة السائبة هو موضوع اجتماعي أمني اقتصادي إداري شائك تشارك في جميع الأطراف وهذا ما اتضح للجنة أثناء عملها بأن حتى المجتمع محتاج أن يكون على وعي بأن لا يكون مشجع لهذه الظاهرة لأن لا يستخدم العمالة المخالفة لأن فيها خطورة على من يستخدمهم نفسه في نفس الوقت نحن نرى أن توصيات اللجنة جاءت فيها توازن وفيها أفكار ممكن أن نستفيد منها ونضعها في موضع التنفيذ طبعا هذا الملف سمو رئيس وزراء سمو الأهد دعمين لدعم كبير لما يشعرون به من أهمية حل مشكاة العمال السائبة مثل ما تفضلت نرفعنا توصيات مهمة للحكومة عساس نهية الدرس وتأخذ بها أهم التوصيات هو توحيد الجهود الحكومية في تصدي هذه العمالة زيادة المفتشين اعتماد تغارير دورية عن حالة الفعلية العمالة السائبة ونالك الكثير عمالة هي 19 توصية بس نحن نتقن أن تكون التوصيات التي فعلا تعالج خلال موجود أو ناكس موجود الجهود الحكومية كانت جدا متعاونة معنا في الفترة التي مضت فيها اللاجنة